بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الزوية الموجهة لثانية ثانوي رقم سبعة إذن لننطلق على بركة الله إذن فيما يخص السؤال الأول هو التحقق إذن نكتب هنا التحقق من أن هذه المساوات صحية ننطلق أبنائي في عملية نشر الجزء الثاني لأن الأول لا يمكن أن نعرفه إنما بما أنها هي مساوات ننطلق من أي شيء أردنا إذن تصبح تساوي لنا دقيقوا أبنائي تصبح لنا هذا في هذا كم لهو كوس في كوس مربع يعطينا كوس ماذا كوس مكعب إكس هذا الأمر الأول ثم هذا في هذا تعطي لنا ماذا تعطي لنا ناقص كوس مربع إكس السينيس إكس لم أفعل شيء ثم هذا في ماذا في هذا تصبح لنا ماذا زائد دقيقوا أرجوكم نقطة نقطة زائد ماذا زائد كوس إكس سينيس مربع إكس لم أفعل شيء بعد ما أكملنا مع الطرف الحد الأول نأتي الآن إلى النشر الحد الثاني هذا في هذا كم يصبح لنا زائد ماذا زائد سينيس إكس في كوس مربع إكس ثم ماذا ثم في هذا تصبح لنا ماذا تصبح لنا ناقص كوس إكس والسينيس في السينيس لأن هذا كليا حد هكذا حتى تعلموا ماذا يعطي لنا يعطي لنا كوس إكس سينيس مربع إكس ثم ماذا ثم هذا في هذا تعطي لنا زائد ماذا أبنائي زائد سينيس سينيس مكعب إكس دقيقوا الآن ونتابع ماذا نملك يا أبنائي عندنا هذا وهذا لهو يصبح لنا ماذا يصبح لنا كوس مكعب إكس زائد ماذا زائد سينيس مكعب إكس أما البقية نلاحظ ماذا سوف يحدث عندنا هنا كوس مربع انظروا جيدا وعندنا هنا كوس مربع إذن هذا يذهب مع هذا لأن هنا السينيس وهنا السينيس لأن الضرب عملية تبدلية وعندنا هنا السينيس مربع وهنا السينيس مربع والكوس والكوس يذهب هذا مع هذا ماذا بقيت لنا بقيت لنا النتيجة التي طلبت منا أن نصل إليها لهي كوس مكعب X زائد سينس مكعب X تسوي لنا القيمة يا أبنائي نفسها بهذه البساطة نكتب هنا بكل بساطة ومنه هذه المساواة كيف هي محققة فقط بعدما أكملنا مع هذا الأبنائي نأتي إلى الألج الثاني قال ليكن آوى بعددان حقيا أعطيت لنا علاقة مربع كوس X زائد سينس X سوي ثلث أعطي لنا A يسوي لنا كوس X في سينس X وأعطي لنا B وهو كوس مكعب X زائد سينس مكعب X وهي هذه القيمة التي قمنا بنشرها قال أحسب كيلة من A و B إذن نكتب هنا أولا حساب ماذا ننطلق بحساب A ماذا نملك يا أبنائي نقول لدينا ها هو الشيء الذي أعطي لنا دقيق وأرجوكم ها هو الشيء الذي أعطي لنا لهو سينس X زائد كوس X يسوي لنا ثلث ما رأيكم أبناء لو نربع الطرفين من هنا ومن هنا لاحظوا نقطة نقطة ماذا سوف يحدث عندنا هذا متطابق الشهيرة رقم واحد تسوي لنا لو ننشر تسوي لنا كوس مربع X زائد ماذا مربع الأول زائد مربع الثاني اللي هو سينس مربع X زائد ضعف الجداء اللي هو إثنان كوس X في سينس ماذا في سينس X يسوي لنا واحد على تسعة لماذا لأن الثلث لما يربع يصبح هكذا دقيق وأرجوكم هذا كم يعطي لنا معروف أن الكوس مربع زائد سينس مربع يسوي لنا واحد زائد ماذا زائد اثنان في انظروا كوس في سينس ماذا هو إنه A ها هو إذن يصبح لنا في A يسيرنا كم واحد على تسعة أنقل هذا إلى هنا نصبح لنا اثنان A يسيرنا ماذا واحد على تسعة ناقص واحد نوحد المقام أبناء يعني من هنا تسعة ومن هنا تسعة فيصبح لنا ماذا فيصبح لنا اثنان A يساوينا كم ناقص ثمانية على تسعة بما أن هنا عندنا الاثنان فتقول القاعدة تصبح لنا A يساوي هكذا خط الكسر ناقص ثمانية على تسعة وهذا ينزل إلى مقام كليا على ماذا على اثنان تقول القاعدة كسر على كسر الأول يبقى كما هو لهو ناقص ناقص ثمانية على تسعة والثاني هذا هذا ماذا يحدث له ينقلب تصبح لنا ماذا تصبح لنا اثنان ركزوا ارجوكم هذا هكذا ماذا يحدث تصبح لنا واحد على اثنان هذا ينقلب فيصبح لنا واحد على اثنان ليس اثنان على واحد كم اعتقد البعض فنختزل هذا مع هذا فيصبح لنا A يساوي ماذا ناقص اربعة على ماذا على تسعة هذه هي قيمة ال A بابسط طريقة ممكنة فقط يا ابنائي آتي الان الى B اذا نكتب هنا حساب ماذا حساب B نحن نملك أن ماذا أن لدينا أنه B ها هو ماذا يساوي بيساوينا كوس مكعب X زائد سينيس مكعب X الذي بنفسه يساوينا ماذا يساوينا العلاقة التي نشرناها من قبل ها هي يا ابنائي يساوينا هذه القيمة دقيق ارجوكم لكن هنا لو نلاحظ إلى كوس X زائد سينيس X أليس هو ثلث نعم يصبح لنا بيساوي كوس X زائد سينيس X قلنا يساوينا ثلث في كوس مربع زائد سينيس مربع هذه معروفة أنها تساوينا واحد ناقص كوس X في سينيس X أليس هو يا ابنائي الـ A لاحظوا ها هو الـ A ماذا يساوينا الـ A يساوينا كوس X في سينيس X فتصبح لنا هنا ماذا ناقص A إذن أكرر هذا مع هذا أعطنا 1 وهذا بنفسه هو الـ A لكن الـ A ها هي قيمته نأتي بها ونضع هنا فتصبح لنا بيساوينا 1 على 3 في 1 ناقص والناقص هذا يصبح لنا زائد 4 على ماذا على 9 نواحد المقام هنا 9 وهنا 9 فيصبح لنا ماذا 1 على 3 في هذا زائد هذا لهو 13 والمقام 1 هو 9 البسط في البسط والمقام في المقام فيصبح لنا بيساوينا 13 على ماذا على 27 بهذه البساطة المطلقة ابنائي ها قد استخرجنا الـ A والـ B وفي الأخير الأبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك وهي صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته